من أكبر التحديات اللي بتواجه الشركات وقت توظيف فرق للعمل عن بعد من مناطق زمانية مختلفة هي تنصيق وإدارة العمل في ظل اختلاف التوقيت في الدرس ده هنتطرق لأفضل السبل لتحقيق عدم الإخلال بسير العمل أول حاجة هي العمل ضمن ساعات عمل مترجبة صحيح إن العاملين عن بعد بيملكوا حرية اختيار ساعات العمل اللي تناسب لدولهم ولكن لضمان سير العمل وتعاون الفريق بشكل جيد لازم تحفز الفرق على تراكم من 3 ل4 ساعات عمل بين الموظفين ده كحد أدنى بحيث يكون فيه وقت كل الفريق متواجد وده يسمح للموظفين بالتواصل من غير مواجهة أي عوائق وبيسهل التفاعل وتجنب التأخر وبطء العمل بالإضافة لتعزيز قيم العمل الجماعي تاني حاجة هي استخدام تطبيقات تتبع المهن بيرتكز العمل عن بعد على استخدام أدوات وتطبيقات بتسمح للفريق بإنجاز الأعمال بسهولة ويسر ومن بينها تطبيقات بتساعد في تتبع المهام وإدارة المشاريع عبر الإنترنت زي سلاك وتريلو التطبيقات بتمكن الفريق من العمل بشكل متصق من غير الحاجة إنه يكون عندهم توقيت عمل واحد جماعي ثابت ولازم يتضمن الملف الشخصي لكل عضو من الفريق في التطبيقات المذكورة معلومات شاملة بتمكن الجميع من معرفة هو في أي منطقة زمنية وإيه المواعيد اللي يقدر يشتغل فيها يوميا وأيام عطلته الإسبوعية عشان تسهل التواصل معي تالت حاجة هي الاجتماعات الدورية الاجتماعات الدورية بتلعب أثر إيجابي في التغلب على مصاعب وفروق المناطق الزمنية اللي بتعاني منه فرق العمل عن بعد تحديد لقاءات واجتماعات إسبوعية أو اجتماعات طريقة بتساعد على إبقاء الفريق متصل وعلى اطلاع بالمهام والمستجدات والمعلومات بغض النظر عن اختلاف المناطق الزمنية مثلا فريق بوفر والموزع على 11 منطقة زمنية مختلفة بيخصص وقت مناسب لجميع الموظفين عشان يعملوا محادثات جماعية صوتية أو محادثات الفيديو واستخدام الاتصالات غير المتزمنة وإجراء الاجتماعات الثنائية والجماعية كل أسبوع لازم كمان يكون الفريق على استعداد إنه يقدم التضحيات ويتحل بالمرونة عشان يتواجد في وقت واحد كل ما دعت الضرورة حال أساس إنه بيبقى فيه اجتماعات متأخرة جدا أو مبكرة جدا فده هيتطلب بعض التضحيات من بعض الناس رابع حاجة هي توثيق الإجراءات لو كان واحد من أعضاء الفريق بيشتغل والمديرين بتوعه أو بقية الزملع مش متواجدين في نفس اللحظة سواء بقى لاختلاف المناطق الزمنية لكل واحد فيهم أو حتى لأي سبب تاني فيقدر ساعتها يستخدم دليل الإجراءات الموفقة عشان يحصل على إجابات لبعض الأسئلة المتدولة ويقدر يتحرك لقدام ويكمل شغله من غير ما يضطر إنه هو يستناهم لحد ما يردوا عليه وده بيخلي توثيق الإجراءات خطوة مهمة جداً بتضمن سلاسة سير العمل والتغلب على اختلاف التوقيت عند فرق العمل اللي بتعمل عن بعض في بلدان مختلفة